أصدرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة تقريراً أممياً يحذر من تسارع انعدام الأمن الغذائي في المنطقة العربية بسبب الأزمات العالمية وإكشف التقرير أن ما يقدر بنحو 53.9 مليون شخص عانوا من انعدام الأمن الغذائي الشديد في المنطقة العربية في عام 2021 أي بزيادة قدرها 55% منذ عام 2010 وبزيادة قدرها 5 ملايين عن العام السابق هذا العام تقرير مختلف لأنه جاب بعد كارثين يمكن أن تسميها كارثة COVID-19 وتلاتة طوالي الحرب الأوكرانية الروسية والتي أثرت تأثير بالغ على الأمن الغذائي حسب ما ورد في التقرير خاصة أننا في دول أغلب الدول بتاعتنا دول مستوردة صافية للغذاء وأغلب الاستيراد بيأتي من دولتين بيمثلوا نسبة كبيرة جداً من الاستيراد الأغذية والأسمدة مصر هي بلد في قلب مجموعة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتمثل الإقليم لأنه فيها بحجم التعداد السكان في مصر في نفس الوقت بحجم الروابط والقضايا المشتركة في الإقليم فصورة العامة للإقليم تهم مصر بشكل عام لأن الكل يعلم الآن أي ظروف أو ضائقة أو تحولات في أي بلد تؤثر على البلاد المجاورة هذا تقرير مشترك أطلقنا من خلاله آخر الإحصاءات الخاصة بالأمن الغذائي والزراعة وللأسف هو يخص آخر عشر سنوات وقد ازدادت خلالها نسبة القوة هذا عن الجزء الأول من التقرير أما الجزء الثاني فيتحدث عن التجارة الدولية أما الجزء الثاني فيتحدث عن التجارة الدولية ودورها في تعزيز الأمن الغذائي وتحديدا التجارة بين الدول العربية التي تعتبر قليلة جدا مقارنة بأقاريم أخرى